حسنا خير عليكم ان شاء الله تكونوا كم بخير وان شاء الله تكونوا في صحة جيدة يا رب اليوم اجبت لكم الوصفة اللي كنت بارتاجيتها معاكم في روتين و قلتوا لي حطيها لي في فيديو واحدة من عينية الاثنين وش عدنا؟ عدنا خمسة حبات عولات الجاج كيلة يعني عندي كاس تع سكر عادي كاس إلا ربع تحليب كاس تع فارينا هذا غير يعني الكاس اللي ونشوفوش هنسحقو وعندي نص كاس تع زيت رشة تع الملح الاليوفير شيميك و سكر فاني نجيبوا الغيسيبيان تعنا نحطوا هادا كاس تع السكر ما تخافوش ما راح اجديكم كام الحلوة يعني اجديكم مليحة محلوة ما مرة نحط هادو كل خمسة حبات عولات الجاج يعني كيلة الكيلة اللي تكيلوا بها الولاد الجاج تكيلوا بها جميع المكونات رشة تع الملح اللي دايما نقولها لكم ضرورية هادا المسكوتو على طريقة تركيه يجي من اروع ما يكون راهو داير ضدجة يعني في تركيه ام يديروه بزاف قطن بارتجه مع حبيباتي باش هكذا يفرحو العائلة تاحهم يعني المسكوتو حنا مبكري نديروه ولكن هادا يعني نديكوريوه بالكوكا واللوز لجديدة شوية من بعد بعد ما طلعت هاداك البيض و هادوك المكونات لازم يطلعوه على الاقل زوج اضعاف ونص يعني تقضوه تطلعوهم حتى تلت اضعاف لتما نرمي هاداك الزيت غير بالعقل ونزيد نرمي هاداك الحليب حتى المهم نشوفهم الدخل واليمليح في هاداك الخاليط على هادا الشكل اهنايا نقدر نزيد الفارينا حطيت الكاس اللويل توجغل الكاس اللويل ما نخافش منه نحطوه على مرة ونحط لاليو فيغشيميك ونحط سكر فاني ولا لا فاني بالصح الكاس الثاني لازم غير بالعقل تدريجيا ما بتكوني بخوفيسيونال ساعات الفارينا تشرب ساعات ما تشربش هكا تتلعب بنا ويجينا المسكوتو تعنا الناشف وماشي بنين بالنسبة الكاس الثاني حطيت غير نصف كاس وندخل بالعقل بالعقل على هادا الشكل اهنا يا راني نشوف القهوام شوية خفيف نزيد نحط هاداك النصف كاس يعني درت زوج كيسان تحفارينا مكونات سهلة بسيطة اقتصادية ومتواجدة في كل بيت معلغة تشمر على يديك وطيبه لوليداتك وللداركم اكيد رح يفرحوا وبيع سوختوها كمعة الصباح ولا قهوة العاصر كيجو من الخدمة والقرايا وشو نقول لك كامل ارحا يدعو لك في نفس الوقت نجيب الملتعي نوما لمو هادا الخطوة نقومو بها هي اللولة كم انا نصور معاكم نحب نديلكم خطوة بخطوة بش ما تتلفلكمش ندهن كامل الملتعي لي ما يلسخش لازم ندهنو بزبتها بش يعطينا واحدة طبقة مقرميشة وحمل الله الله انا اقدرت كوكاو ايفيلي تقدري ديريك اللوز اذا ما تحبيش الكوكاو ولا عندك حساسية من المكسرات تقدري كم تستغني عليهم وكي طيب ديكوريه باي حاجة حبيتي بركوا له شغم تاعو هذا الكوكاو ايفيلي حياطي واحدة البنة واحدة المنظر بالزفاعل انا كنت شعلت الفوق على 170 درجة يعني نار ما راهي قوية ما راهي نقصة ما نسوش اي زوائد يسيحو الناحكا لازم نمسحوهم سينو يتحرقو الناح ودوكا شوفو كيفاش جاد جاد طالع الله الله وجحمي مر يعني جام ما شاء الله اذا كان الملتعك يلسق معلك غد خليموس في الاطراف وتقل به واذا ما كاش يلسق كمتاعي مباشرة اقل به وراح يخرج لك المسكوكو بكل سهولة وهذا هو الشكل تاع المسكوكو شوفو كيفاش جا جا عالي ما شاء الله وجا خفيف احنا يا ديكوريتو انا بليف خازنتي تقضي كم تستغني على هاد المرحلة انا برك بش يعطي منظر بزاف شباب بش كي تشوفوه يعجبكم وفي نفس الوقت يجي الشكل تاعو مميز تقضي يديري هكا السامل وتحطيها يتقدم معلاته يتقدم مع قهوة حليب يعني معلاته يطيبنه واحد دخرة يزيد يطيله خفه على خفه هذا هو المنظر تاعو هذا هو الشكل نيائي تاعو شاهدكم في الجنة حبيباتي نتمنى الوصفات على اليوم تكون عجبتكم واذا كنت يسييتيها مقبل معلك غد خليلي تعليق باش هكذا يتشجعوا صديقتنا اللي معانا ويسيوها واذا كنت نقسم لكم من الداخل يعني مشا نقول لكم ولا غا يجي بزاف خفيف هايل انا ماما ما يتحبش بزاف هكا الموسكوتشو يعني تحبو كما نقولو لازم يجي بزاف من يحمي كيدا قطو قتلي ولا غرمشا وانا كي تقول لي ماما الحاجة جا تبنينا نعرف بلي صح جا تبنينا شوفو كفش جا اسفنجي وخفيف بزاف وتكا ما بقى لي غا نقول لكم شاهدكم في الجنة حبيباتي نتمنى ان شاء الله الى كنتي اول مرة تشوفي قناتي معلك غد تشتركي في القناة وتفعلي الجرس وما تنسيش ديري ليجان وما بقى لي غا نقول لكم بقاو الاخير تهلا في الوقتكم وفيديو لاحق ان شاء الله مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة